في سبيل التحول إلى منصة مستدامة لتقديم المنتجات والخدمات العسكرية وما يشمله من تنظيم القطاعات العسكرية وتطويرها ومراقبة أدائها أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة نائب الملك الأمير محمد بن سلمان إنشاء الهيئة العامة للصناعات العسكرية بعد توصية أعدت في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية هيئة الصناعات العسكرية تتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري ومقرها الرياضة أما مهامها في 11 تتمثل باقتراح السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة بقطاع الصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها وإدارة عمليات المشتريات العسكرية إضافة إلى المساهمة في فحص المنتجات والخدمات لضمان مطبقتها المواصفات المطلوبة مع مراعاة أن تكون الأولوية للشركات السعودية وفق ضوابط محددة تضعها الهيئة وشملت مهام الهيئة كذلك إصدار ترخيص التصنيع ووضع الضوابط وألية مراقبة لمتباعة تطبقها والمواصفات القياسية الخاصة بتلك الصناعات إضافة إلى استقطاب الكفاءات الفنية إلى القطاع العسكرية ووضع حوافز لتطويره كما أن رفع كفاءة التسليح عبر توحيد المشتريات بين القطاعات التابعة لوزارات الدفاع والداخلية والحرس الوطني من أهداف الهيئة التي ترمي إلى منع الازدواجية في الشركات الخاصة العاملة في المجال نفسه والتنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية المهتمة بذلك عبر إدارة البحوث والتطوير فضلا عن التوفيق بين مخرجات المؤسسات التعليمية ومتطلبات المؤسسات العسكرية ويأتي هذا القرار الحيوي بعد الإعلان عن إنشاء شركة صناعات عسكرية وطنية جديدة قبل نحو ثلاثة أشهر إحدى مكونات رؤية السعودية 2030 نغم ربح العربية